أطلق المجلس القومي للمرأة النهاردة حملة حملة طرق الأبواب تحت عنوان احنيها من الختان وده عشر محافظات الده أهلية الشرقية الفيوم بني سويف المينيا أسيوت سهاج إنا لؤسر وأسوان الموضوع ده بهدف نشر الوعي بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث وتضمن كمان أو الحملة نفسها تضمنت التوعية بأهمية التسجيل الإلكتروني كمان لتلقي لقاح كورونا يعني الحملة لها هدفين وده بمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر 15-11-5 أو من خلال فروع المحافظات فروع المجلس بالمحافظات المختلفة أشارت الأستاذة إزيز حافظ المدير العام للتدريب والتوعية بالمجلس لحملة طرق الأبواب اللي بينفزها المجلس حاليا وهي بتأتي في إطار الجهود الجمدة جدا اللي بتبزلها اللجنة الوطنية للقضاء على المشكلة الأزلية اللي بتواجه المصريات خيتان الإناث على فكرة كانت مؤخرا يعني الموضوع ده كان فيه مجودات كتير جدا وصدر أخيرا القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات واللي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم اللي هي بتتعلق بجريمة الختان وأكدت كمان أن الحملة بتستهدف مش بس التوعية ضد الختان لكن تعديل القانون بتوري الناس وبتقول الناس أن القانون تعدل قانون العقوبات الأخير فيما يخص تجريم ختام الإناث وأهميته في تحقيق الرضع اللي تسول له نفسه أن هو يعمل الجريمة دي في بنته أو يبقى عارف عن الجريمة دي أو حتى طبيب بيقوم بالجريمة دي وأضافت كمان أن الحملة حتعمل على توعية السيدات في حاجة تانية خالص وهي الوباء اللي احنا عايشين فيه أن احنا من الأهمية القصوى أن احنا نبدأ بتسجيل إلكتروني لنفسنا لتلقي لقاح كورونا